انا نزيل بالمؤسسة السيجنية عين سبع واحد كان قضي عقوبة سيجنية مدة دي الاربع سنين مرات منها الحد الان سنتين تقدمت هاد السنة هدي في ترشحت باش نجتاز لامتحان الباركالوريا الموحد شعباء احرار في الفئة دي الاحرار ومن بعد واحد يعني واحد الفترة دي الالستعداد كنا استعدين فيها تقريبا في شهرين الاخيرة دي الالت قبل من الموعد الامتحان مرات هنا في ظروف الحمد لله هائلة بفضل الامكانيات اللي وفرتها المندوبية دي الالت السجون وإعادة الادماج من المكتبة من القاعات دي الالت القاعات الفوصول الدراسية اللي كنا كندروا فيها دروس دي الالتعم من خلال كانت واحد المسألة هي مزيانة هي انه انا كان عندي باكالوريا علوم الرياضية وقررت هاد السنة هدي بانني نتقدم في باكالوريا شعبة أخرى اذا كشياليش اختارت شعبة دي العلوم الانسانية المواد العلمية ما كانش عندي فيها مشكل المواد الادبية بفضل هاد الفترة دي الالت شهرين الحمد لله استعديت لها باستعداد مزيان والحمد لله هدا بان في النتائج اللي حصلت عليها فهذا انني نجحت في الدورة الاولى وبميزة دي الحسن الحمد لله هاد السنتين فعلا مستعدة هاد اول دي العبارة الاسحاحية انه مراجعة الدات لان السيجن هو قدر الانسان مليكي تكتب انه السيجن تيكون الداخل ديالو تتكون عنده فترة مع نفسه كيقضيها فترة كبيرة مع نفسه بمكالتحش هاد الفرصة على على برا لان الانسان مع المشاغل للحياة والهموم ديالها المهانية ولا العائلية ولا المادية ولا دوات السعي في الحياة تكخلي الانسان انه ما تيقلش بزاف مع ذاته فمن بعد هاد القادرة احنا ما كنتم نتمنى نحن سيجن لأي واحد ولكن هي كان بالنسبة لتجربتي انا كانت فترة ديال مراجعة الدات مراجعة شنوما الاختيارات شنوما المعصارات اللي خاطئة في الحياة اللي خديتها شنوما الاخطاء اللي درتها من بعد ولي ادات بي انني نجيل السجن فهم بعد هاد الفترة ديالت المراجعة خديت قرارات الحمد لله بانني هاد الفترة هاده هاده نقمة ولكن في طياتها نعمة لان مكنتني بانني نصحح المصار ديالي وخديت قرار من القرارات اللي خديت هو انني ما بقاش عيش هاد الجو ديالسجن انني نقرج من الجو ديالسجن والحمد لله كان والفضل كيرجع تراحة المغضفين ديال هاد المؤسسة في المجال للإشراف الاجتماعي لانه مكنوني يعطوني هاد الفرصة بانني في هاد الفضاء التربوي كان عمل كمؤطار ديال محول الامية بعد وحد تكوين خضعت بفضل منذوبية لعمل إدارة السجون في مدينة المراكش كان عمل كمؤطار هنا ديال المحول الامية وفي الفوصول للدراسة في هاد الفترة تسياد الباكالوريا كذلك استغلينا هاد الفترة انني ندير دروس ديال دعم في المجال نيت في هاد العلوم الإنسانية التي ترشحت لها كذلك دروس ديال دعم مع الطالبة كانت بالنسبة لي مراجعة وبالنسبة لطالبة الآخرين والنزال الآخرين التي ترشحت معي كانت كذلك بالنسبة لهم تهيئة هذا واحد دروس ديال دعم اللي عاونتهم في الاشتياس المتيحن الباكالوريا هاد المؤسسة بعد الترشيح للبكالوريا وهذه الأنشطة كلها اللي نقوم بها هنا فكتخرجني من إطار السجن صراحة أنا ما كان بقاش كنحس براسي في داخل هذا فهذه الأنشطة هذا بأنني أنا في السجن وكترد واحد الاعتبار للذات لأن أي إنسان أي سجن ينزل كين واحد الحاجة كتبقى في النفس دي من بعد السجن هو واحد اللوم وأنه كي لوم نفسه على أخطاء دي الماضي الأخطاء اللي إدات للسجن ونوعا ما كان فيها واحد الإحساس بالفشل هذا كالإحساس بالفشل بفضل هاد البرامج هادو مثلا كل هاد البرامج ترباوية كان هنا في المؤسسة كين كذلك كالبنسبة للسجن النوزالة اللي بغاو ما شغل بنسبة الباكالوريا كان شهادة دي البتدائية يعني دي السادس كان شهادة دي السلك الإعدادي دي التاسع كان الباكالوريا هادو كل هم مجالات كتفتحهم من المندوقية والإدارة هنا مشكورة على هذا الشي هذا أنه اللي بغى باش يتدرج بغى يحصل على دي بلومات بغى يمشي في الحياة دولي يرد الاعتبار نفسه فرها متاحة جدا متاحة وكين واحد العون كبير بالنسبة للموظفين اللي هنا انهم كيقوموا بهذا الشي كأنه عمل مش عمل ومكي تتخلصوا عليه ما إنما عمل كان مسوافهم من خلال العالم انه عمل إنساني يعني هاد البعد كيبغيوا هاد العمل صراحة خصوصا فهذا 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 المؤسسة هدي دي الإشراف الاجتماعي صراحة الناس كيخدموا كيساروا وعدهم هدف نبي كيشوفوا بأنه هاد الهدف دي لأنه يخرجوا النازيل وأنه يحصل يتدرج بالنسبة لتعليم دي له ويحصل على دي بلومات عولياء حكينا حتى الجامعة هنا مش فقط غير باكالوريا يعني الإنسان يقدر يدخل مقاريش هنا يوم ما يدخل شو كينا فعلا راهم راكين واحد تجارب دي الناس ليدخلوا مقاري شو حصلوا على الإجازة هنا داخل داخل السجن كانت المدة دي التو طويلة والاقصرة را عنده عنده جميع الإمكانيات أنه يحول لكي يبقى القرار دي له هو القرار دي له هو يخرج من هذيك القوقعة دي لتنفسه دي اللوم دي الحساس بالفشل ويندامج الحمد لله را يلقى جميع المساعدات كينا في دخل هذي الفضاء السجني بغض النظر على ذوك الأفكار النماطية اللي كينا عند الناس لأنه مكين ما يدار هذي را كلام كيعودوا الإنسان بشي برغي الفشل اللي بغي يدير شي حاجة را ممكن على أنه يديرها وأنه يحصل على اللي بغى كي يبقى القرار ليه هو ماشي غي ياخد شي وحد قرار في بلاسه هو اللي غدي ياخذ القرار هذي المسألة أولا بالنسبة للنجاح نجحت الحمد لله المؤدلة الـ 14.10 ميزة حسن و الحمد لله حتى نجح معي واحد عدد دي اللي منوزلاء الحمد لله كانت واحد نسبة طيبة الحمد لله في هذه الشعبة دي دي العلوم الإنسانية بالنسبة لي فتحت لي فتحت لي أفاق لأن هذه الشعبة دي العلوم الإنسانية كنشوف فيها هذ مجال دي العلم الاجتماع مجال دي العلم النفس كيتلقى شوية مع هذ الأمور مع الميولات دي اللي كتتعلق بالمجال للتنمية الذاتية فبغيت إن شاء الله نستمر مشي فيها في واحد هذا المستويات لما لا إن شاء الله المستر أو للدكتورة في شي تخصص من التخصصات اللي كتت عندها علاقة بالمجال للتنمية الذاتية أو دي العلم النفس إن شاء الله فيما يخص السؤال الثاني وأنه من بعد ما تعرفت في دخل شي غير فقط في الزنزان وإنما في الجنح كله بأنه وراء كانت نجحت الحمد لله في هذه الباكالوريا العلم الإنسانية ومعدل طيب مزيان كانوا نوزال أخرين قدوا قيز كثير كثير العدد دي اللهم كانوا نجحت الحمد للتنمية وإن شاء الله كانوا نجحت الحمد للتنمية كانوا نجحت الحمد للتنمية وإن شاء الله السنة المقبلة نقولها من هذا المنبر أنه سيكونوا ترشيحة كثيرا إن شاء الله في المؤسسة بالنسبة للباكالوريا لأنها كانت موتيفة الحافز لأنه شاء الله أصدقاء دي اللهم ناجحين وكانوا نسبة قيبة دي اللهم النجاح هنا الإمكانيات متوفرة أفضل من من على برها بأن الإنسان يستطيع أن يقرر أن يجعل نجح لأن كل شيء يتوفر عنده الوقت عنده الفضاء التربوي عنده فيه الناس ليس فقط أمامهم يقوموا على عمل يطلقهم وإنما كي يعملوا هذا الشيء عن حباغين واحد بغين من هاد الناس هادو بأنه منجحوا بغين عنده محدة رسالة أربوية بغاو هاد الناس هادو بأنه منجحوا وتكون واحد النسبة للنجاح ديالهم كبيرة كمركز امتحان سيج المحلين سبعة واحد يعتبر مركز امتحان خمس سجون على المستواجهة الضربة دستات في المجموعة المسجلين كان لدينا 116 مسجل اجتازت الامتحانات تقريبا 93 مرشحة ومترشحة في جميع الشعب نجح من أصل 93 و10 عشراء في الدورة العادية و17 مروا الدورة السيدراكية كانت تعدال معدلات معدلات جيدة بحيث أنها وصلت تحت الـ 14.38 و14.10 وكين بعد نزل اللي جابوا 11-12 في المعدل وهذا كيدل على أن المجهودات اللي بدناها في مجال دعم المرشحة المترشحات لجتياز بسحة البكالوريا أعطت الأكل ديالة في الجانب بالنسبة للمتحانات البكالوريا كانت عندنا كانوا فيجوش ديال الأنواعكين الأحرار والمسيرين بحيث أن إصلاحية عيد السبع هذو عندهم مدرسة وعندهم ملوزلاء كي يسيروا التعليم التانوي معنيين امتحانات البكالوريا التانية بكالوريا احتهم كانوا دوزوا عندنا بالإضافة إلى الناس اللي مسجلين عن طريق البوابة الترشح لجتياز المتحانات الأحرار بالنسبة للمؤسسة كانت تعمل بكافة المجهودات والوسائل المتاحة من أجل توفير جميع الاحتياجات وظروف الاجتغال والدراسة وتتبع نزلاء اللي مسجلين سواء في التكويل المهاني سواء في التعليم الجامعي سواء في التعليم الحر الابتدائي الإعدادي البكالوريا وكان خصول لهم واحد الجناح خاص بهم من أجل توفير واحد الجو ملائم للدراسة كيف يكون جو من تعاون ما بين الطلباء ما بين تلاميذ المسايري سواء في التكويل المهاني ما بين جميع الشعاب سواء البكالوريا ما بين جميع الشعاب كيكون واحد تعاون بينهم وكي سهل لنا حساب في عملية تقديم دروس الدعم والتقوية لهؤلاء النزلاء كي سهل لنا أننا نحصرهم ونجيبهم الأقصام باش نلقنهم دروس في دعم والتقوية في جميع الشعاب في جميع المواد هالدروس الدعم والتقوية كتصار عليها بطبيعة الحال كتصار أستاذة تابعين للمندوبية التعليم هم اللي كي يجيو بتنسيق مع إدارة السيج المحلي كي يجيو كي تقدموا دروس في جميع المواد لهؤلاء النزلاء المرشحين البكالوريا بالنسبة للمصلحة العمل الاجتماعي فهي كتضم في الهيكالة ديالها مكتب خاص بالاستقبال والتوجيه هاد المكتب كي يصهر على تتبوع الملفات دي النزلاء الجدد أي نازل جديد إلا وكي يصهر على تتبوع الملف دياله كيتم تابعاته حد ملف اجتماعي خاص بكل نازل كيتم الإشارة فيه إلى المستوى الدراسي الذي كان يتابعوه أو المستوى الدراسي الذي مسجل فيه وتم اعتقالوه وهو مسجل ويتابع دراسته بحيث أنه كيتم عرض هاد الملف على رئيس مصنحة العمل الاجتماعي من أجل اتخاذ اللازم وإدراج المعني بالأمر في جميع البرامج اللي كانوا في المؤسسة كان كي سير البكالوريا كندرجوه مع الإخوة الكيتاب على البكالوريا كان مسير في تعليم جامعي كندرجوه في لائحة الطلبة الجامعيين وهكذا